أكثر من أي وقت مضى تحتاج أحزاب العملية السياسية في العراق إلى بقاء القوات الأمريكية لحمايتها من السقوط وإيجاد توازن بين الميليشيات المتربصة ببعضها لإشعال العراق في خضم احتدام صراعها على السلطة وتفاقم الصدع بينها وخصوصا بعد الانتخابات البرلمانية عام 2021 المتغيرات الأمنية في العراق المتمثلة بالتصعيد الأمريكي ضد أطراف ميليشيوية وقتل قياديين بارزين فيها وضعت حكومة السودان في موقف محرج فمن جهة تريد الاستظهار بأنها ضد بقاء القوات الأمريكية لأرضاء بعض الميليشيات ومن جهة أخرى تعرف حاجتها لبقاء القوات الأمريكية لتحميها من أي صراع لا يمكن حتى للدعم الإيراني احتواؤه هذا الموقف المحرج جعل السودان متخبطا بتصريحاته فمرة يصرح لوكالة رويترز بأنه يريد خروج القوات الأمريكية من العراق بشكل سريع ومنظم عن طريق التفاوض دون تحديد موعد نهائي لذلك وفي السر يحدث أكس ذلك حيث كشفت صحيفة بوليتيكو أن حكومة السودان أرسلت رسائل سرية للخارجية الأمريكية تبلغهم بالرغبة ببقاء القوات الأمريكية في العراق معتذرة عن تصريحات السودان ضد الوجود الأمريكي بأنها مجرد إرضاء للجماهير قادة الميليشيات الذين انخرطوا بالعمل السياسي بشكل أكبر منذ تشكيل حكومة السوداني يراهم مراقبون أكثر الأطراف حرصا على استمرار الوجود الأمريكي ومستعدين للتضحية بأي طرف ميليشيوي أقل منهم نفوذا عبر تحميله مسؤولية التحرش بالقواعد الأمريكية وتركه وحيدا يتلقى الردود الأمريكية أمريكا بعد أكثر من عشرين عاما من غزوها العراق ما زالت الضامنة الأكبر لبقاء العملية السياسية بما فيها الأطراف التي تردد كل يوم شعار الموت لأمريكا ترجمة نانسي قنقر